السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام سعداء بلقياكم مرة أخرى في فيديو جديد وفي عرض جديد متابعين الكرام لأول مرة تشوف القناة ففيها بس يدير أبوني فعل زر الجرس باش دائما يتوصل بالجديد يوميا عندنا عروض جديدة ويوميا عندنا سيارات معروضة للبيع واللي عنده سيارة وبغير عرضها على القناة دينا ما عليها إلا يسف تصور المعلومات الخاصة بالسيارة على رقم الواتساب للقناة لغيبا آخر الفيديو وهذه الخدمة هذه قناتكم قناة فونت أوتو ركا تقدمها بالمجان متابعين الكرام بالنسبة للسيارة اللي عندنا في العرض اليوم كما كتلاحظوه في الصورة لدينا سيارة من نوع Peugeot 206 هذه السيارة هذه الموتور ديازيل الموديل ديالها سنة 2012 عندها سبعة ديال الخيل وبالتالي الضريبة السنوية اللي ستخلص هي سبعمائة درهم بالنسبة للحالة الخارجية ديال السيارة كما كتلاحظو الكاروسري ديالها وقفة مزيان السباقة ديالها دوريجين صاحب السيارات يقول بأن السيارة محمرة عملت حادي تتسير وكما كتلاحظو السيارة تبارك الله رأي مزيانة الجواند ديالها كما كنشوفو البنوات ديالها نقية مزيان بالنسبة للحالة الداخلية كما كنلاحظو السالون ديالها دوريجين ونقي بزاف طابل وضبور كذلك هنا المقاعد الخلفية السيارة رأي مزيانة وصبغة ديالها رأي نقية بزاف دوريجين بالنسبة لها السيارة هاديرة عندها الكليماتيزور عندها لفرمتور سنتراليزي عندها الزاج إلكتريك عندها لفولون ديالها أسيستي ريقل كما شفنا عندها جواند ألومنيوم عندها ليرباغ عندها الخاصية ديال لابي اس بصفة عمى السيارة الميكانيك ديالها مزيانة على ما تيقول صاحب السيارة السالون ديالها كماش في ننقي الكاروسري ديالها كذلك بالنسبة لها السيارة هادية اللي عجباته رأي كالتواجد في مدينة سالة تمان اللي كيطلب مولاها تيطلب خمسة وسبعين الف درام أي سبعة ديال مليون سنتيم ونص اللي عجباته السيارة معلئ اللي تواصل مع مولاها على الرقم ديال الهاتف اللي تيبان في الشاشة تمان ركيب قافيه نقاش والسيارة رأي ممكن على ربريز اللي عنده سيارة وبغي يتبادل معاه ما عليه إلا يتواصل معاه على الرقم ديال الهاتف اللي تيبان في الشاشة والله يستر الأمور للجميع متابعين الكرام تمنوا من الله باش الفيديو دياليوم يكون الإعجاب ديالكم وتكون كذلك السيارة عجباتكم ديروا جامل الفيديو بارتاجيوه باش هذه السيارة هادية توصل للناس اللي تيقلبوا عليها وتوصل كذلك القناة للناس اللي تيقلبوا على هذه النوع ديال القنوات شكرا لكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة